يعني بتشوف بصوا من الآخر هو الفرقتين مش فأفضل حالتهم الفنية الفرقتين مش فأفضل حالتهم الفنية ولكن ولكن لما نتكلم عن متشات الأهلي والزمالك بالذات والجماهير عارفة الكلام ده قبل أنا ما أقوله كمان متشات الأهلي والزمالك بالذات لا تغضع لأي مقيس لا تغضع لأي مقيس لأن متشات الأهلي والزمالك ممكن تكون قبلها فنيا أعلى وتخسر المباراة وممكن تكون راكب الجيم أو أنت المتفوق فيه وبرضه تخسر المباراة فدي شفناها أوقات كتير جدا 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 في متشات الأهلي والزمالك النهاردة إن شاء الله نتمنى بإذن الله تكون فعلا مباراة لتصحيح المصار مباراة هي من وجهة نظري مباراة نهاية أه بطولة خاصة بين الأهلي والزمالك أه هي مش حرب مش حرب ولكن هي مباراة من نوع خاص مباراة تحدي مباراة تحدي لجيل من اللعيبة فرحنا مباراة تحدي ومباراة للرد على حاجات كتير قوي 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 تحصل جوه الملعب وبره الملعب اللعيبة قادرة النهاردة إن شاء الله إنها ترد في الملعب ترد هي الأول وبعدين يعني بإذن الله إن شاء الله تدينا بقى الفرحة والفرصة إن إحنا نتكلم براحتنا تعالوا نروح ل طبعا إحنا معنا مختطفات من الفندق ودينا شايفين اللعيبة السلية ومحمود متولي يعني إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تكون يعني بإذن الله أنا أحيانا باعد أقول ببص في وش اللعيبة بس يعني مش عايز أقول بطلت إنما إيه أنا كل اللي همني التسعين ديئة لجوه الملعب تسعين ديئة لجوه الملعب لعيبة النادي الأهلي النهاردة النهاردة أدرى بإذن الله للرد على كل الألسنة اللي كانت بتهجمه من فترة اللي فات ما بتكلمش عن جمهير النادي الأهلي بتكلم على المجموعة اللي عايزة تهد في النادي الأهلي بإذن الله لعيبة النادي الأهلي هي اللي ترد النهاردة وهي اللي تخلينا نتكلم براحتنا ونرد إحنا كمان